السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتسبعي قناة أم أعدم سعيد السلام عليكم ورحبا بكم متوحشكم بزاف بزاف ان شاء الله اليوم سنقدم لكم طابق أو بريوش عزيز بزاف على الدالي الصغار أو ما يسمى بالفطه رائع جدا ان شاء الله في إطار الوصفات الخاصة بالأطفال اللي ان شاء الله لقد نحضرها اليوم في القوتي أو في المدراسة أو في الفطور أتمنى أن الوصفة ديالي وبتنا الإعجاب ديالكم وإن شاء الله كنواعدكم بمزيد من الوصفات فهذا الأسبوع إن شاء الله خاصة بالأطفال إن شاء الله ونمروا كما العادة نتعرفوا على المقادير ونتعرفوا على الوصفة المقادير بسيطة جدا وسهلة نحتاجه أول شيء كأس كبير ديال الحليب الحليب يكون دافي وضعته فق البطاح تدفق قليلا فقط ما يكونش طيب يكون دافي سنضيف لي 10 غرام ديال الخامير الحليب يكون دافي باش يتفعلي مع الخامير ديالي نضيف لي 10 غرام ديال الخامير نضيف شوية الملح وسنضيف نصف كأس ديال السكر نصف كأس صغير ماشي كبير الحليب سنستعمل لي الكأس الكبير والزيت والسكر سنستعمل لي هالكيسة الصغيرة سنخلط المكونات جيدا من بعد سنضيف كأس صغير الزيت نخلط المكونات ديالي ثم سنضيف البيضة دائما مع التحرق حتى ينسجم لي المكونات جيدا من بعد سنضيف إضافة الدقيق الدقيق سنضيفه تدريجيا هذا المقادير سنضيف لنا تقريبا 500 غرام ديال الدقيق المهم انكم تضيفوا عينيكم ميزانكم سنضيفه في الدقيق حتى تجمع لي العجينة العجينة لا تحتاجها نهائيا تكون قاسحة تتلسق لنا في الليد كما تشاهدوا بهذا الشكل هذا كفاتني 500 غرام حسب عينيكم ميزانكم سنضيف العجين سنضيف الحجم حتى نكمل طريقة للفطائر أو البريوش سنضيف ساعة المقادة ساعة من بعد ما تنفخت العجين وضعف الحجم سنضيف الزيت ونبدأ بتحضير كويرات صغار حتى نكمل العجينة كاملة كما تلاحظوا بعد ما تكملتهم نغطيهم نغطيهم بالبلاستيك تقريبا 10 دقائق سنضيف الزيت ونضيف الزبدة تكون بحرارة المطبخ سنضيف الكويرات بشكل مستطيل كما ترون بلد فقط سنضيف الزبدة لكي تشرب العجينة لكي تأخذ الزبدة لكي تأخذ الزبدة الزبدة مارغارين سنضيف بشكل مستطيل بشكل مستطيل ونبدأ نتعوم بمراوها بشكل مالحة أو حلوة هنا نختار فقط نضيفها كعادية ونضيف الزبدة نحربي ونضيفها تسترح نكمل باقي الفطائر دائما كلهم نقدهم على هذا نبدأ بزبدة ونضيف لهم بشكل مستطيل ونبدأ نحربي كاملين حتى نكمل العجينة كاملة هذا الفطائر يأتي رائعين جدا بالأخص تنزينهم بالفواكه المعسلة اللي تعجب الدراري الصغار لا يأتي حلوين بزاف يأتي والديدين تعجب أيضا حتى الكبار سترى الشكل النهائي كيف يأتي هنا بعد ما كملتهم كما تلاحظوا معي وخليتهم يرتاحوا تقريبا خمسة دقائق بينما نكمل العجينة سوف نأخذ الأول اللي خدمت بهم سوف نأخذ آمود سوف نبسطه سوف نجبده بهذا الشكل من اللي يرتاحوا فسوف يأتيون ساهلين في الجباد طريقة معروفة هذي سوف نلويهم بهذا الشكل هذا ومن بعد سوف نجمعهم باش نحصل على دائرة دائرة المطفورة بهذا الشكل سوف نتبتها بهدف الجنب ونقادها نعطيها شكل دائري مزيان كما تلاحظوا نوضعها جانبا ونستمرها حتى نكمل هذي الشكل هذا يعني تديروا فيه الكمية اللي بغيتو هنا يختارت لكم شكلين بساط وسهلين هنا سوف نعود نفس الشكل الأول هذي الشكل هذا وتنجمعه 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 على شكل دائرة ونضعه بالجنب العجينة اللولة اللي أنا صعيبس كما تشاهدوا هالطريقة سهلة بكاليكم نضعه صغار على هكا يجيو زوينين بزاف هنا نجمعه ترتاح كما تشاهدوا كما تشاهدوا كما تشاهدوا كما تشاهدوا سهلة جدا هنا بالنسبة لشكل ثالث سنحتاج ثلاثة ديال الأعميدة بعد الشكل هذا لأننا سنقوم بالضفر ديالهم وسنبدأ نقوم بالضفر بهذا الشكل ممكن لكم تديروا حتى الأربعة أو خمسة أو ستة أعميدة ونضفرهم بهذا الشكل على شكل سبولة سنضفرهم ونثبتهم في الجانب لكي يبقى الأخير باش ما تتحلش ليا ونجعلهم بهذا الشكل على شكل بهذا الشكل هذا كي يجيو زوينين شكل أيضا كي يجي جميل سنستمر حتى نكمل العجينة ديالي كلها هناك أشكال عديدة ستلقوها أيضا في القناة ديالي فيديو خاص بأشكال عجينة البريوش ستلقوها في القناة يعني ديروا أي شكل انتو ما بغيتوه هنا كيما كتشوفوه سهل جدا كنقوموا بالطفر وسنجمعوا العجينة ديالنا بهذا الشكل إذا سهلة جدا ما فيها حتى شي يعني معاناة وغادي نكمل العجينة ديالي كلها هنا من بعد ما كملت احتتها في الطاواء كيما كتلاحظو سنأخذ أصفر بيضة سنضيف لها سكر سانيدة باش أعطينا الحمورية الرائعة دائما أي حاجة بتهاجيكم من الفوق يعني كتبري وحمراء فديروا السانيدة أو الملح ضيفوها الأصفر بيضة ودهنوا بها الفطائر ديالكم هنا سننخلط مزيلا حتى يدوب السانيدة من بعد سنبدهن الفطائر ديالي بدك أصفر البيض اللي مخلط مع السانيدة إذا ندهنهم مزيلا من الوجه ديالهم باش كيعطونا دك اللون الرائع مني تيطيبو بعد ما كملت سنأخذوا الفواكيه الماء السانيدة أو الفوهي يونديز سننزيلوا بهم بعد الشكل يعني كنديروا الأخضر والأحمر يعني كما كتلاحظوا في الدار الصغر كيبينوا بزاف الألوان هذي وكيبينوا بزاف الحاجة الحلوة لعدا فكرت عن أن نزيينهم بهذا الفواكيه الماء السالة سنكمل كما كتشوفو دائما ندير يعني تزيين على حسب الاختيار يمكن لكم أيضا تزينوهم بز السمسم أو الزنجلان أو يعني أي حاجة بتزينو بها من الفوق هنا سنكمل هذا البريوش ديالي في التزيين ومن بعد غادي اننا ندخلوا الفورن ساخن درجة الحارة ديالو 180 أي طيب إن شاء الله ونخرجوه باش نشوفو الشكل النهائي ديالو البريوش ديالنا والفطائط ديالنا مواجدين كما كتشوفو كيجيوا رائعين كما كتليكم كلكم تصغروهم شوفو من بعد ما قطعتوه كتجي لديدة لديدة وهشيشة كما كتلاحظوا معايا جميلة جدا جربوها غادي تعجبكم وغادي تعجب أيضا الوليدات ديالكم الديدة كما كتلاحظوا ما تنسوش ديروا جامل فيديو اللي أعجبكم بطابعة الحال وما تنسوش المقادير اللي تلقاوها دائما أسفل الفيديو كنتمنى أن الوصفة دياليو بدنا الإعجاب ديالكم وما تنسوش وما تبخلوش عليا بالقتراحات ديالكم الوصفات اللي ستبغيوه إن شاء الله نبقى اليوم نقول لكم إلى اللقاء إلى وصفة مقبلة إن شاء الله السلام عليكم دمتم في رآية الله وإلى اللقاء